إليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتوى حيث قام في الأيام الماضية من الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي دكتور حسين مسار حسين بزيارة عمل وتعاون إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث حظي بلقائم عن نظره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني واتفق على دعم التعاون المشترك بين البلدين تقرير رماد جميل إنجيني احتراما للخطط ومبادئ العمل التي يتبئها أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور حسين مسار وعلى ذلك قام أمين الدولة بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان حيث التقى هناك وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الحاشمية الدكتور عادل الطويسي وتباح سماعه الألاقات الصناعية وكيفية إيجاد السبل الملائمة لتطويرها في مجال غطاء التعليم العالي والبحث العلمي متناولا أيضا الخطة التنفيذية لاستقطاب الطلبة الأجانب للالتحاق بالدراسة في الجامعات للعوام 2017-2020 بدوره أمين الدولة الدكتور حسين مسار أشاد بالخبرة الأردنية وخاصة في مجال إنشاء الجامعات العلمية وكذا تقويت عملية تبادل أعضاء الهيئات التدرسية التي تسحم في عملية دفع مسيرة التعاون وتعزيز العلاقات الصناعية وفي نفس السياقة زار الدكتور حسين مسار جامعة العلوم الإسلامية الألمية حيث كان في استقباله رئيس الجامع الدكتور سلمان البدور وكان برفقته أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف وإن هذه الزيارة سمعت لأمين الدولة بمناقشة إدت قضايا ما طلبت الشديين الدارسين بالجامعة وذلك من أجل إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي تواجههم ترجمة نانسي قنقر